يشارك وزير الخارجية سامح شكري في مدينة ميونيخ الألمانية في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تنعقد خلال الفترة من السادس عشر إلى الثامن عشر من فبراير الحالي ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة هذا ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية